حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية ضد إيران تدخل حيز التنفيذ ومعها يتصاعد الجدل بشأن مدى تأثيرها الاقتصادي والسياسي على النظام الإيراني لسيما بعد وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها بالعقوبات الأقسى في التاريخ فالعقوبات الجديدة ورغم ما سبقها ورافقها من تسويق إعلامي أمريكي تبدو في نظر البعض مولودا أمريكيا مشوها ربما يعجز عن البقاء طويلا ناهيك عن قدرته على فرض سلوك سياسي جديد على طهران فإدارة ترامب عجزت عن فرض التزام دولي كامل بتلك العقوبات ولجأت إلى إعفاء ثمان دول من ذلك الالتزام إعفاء بدى نجاحا إيرانيا مبكرا في إحداث شرخ في جدار العقوبات في المقابل فإن ثم تمن يرى في ذلك الإعفاء مرونة أمريكية في التعاطي مع الملف الإيراني في ظل أنباء عن لقاءات تجري بين الطرفين في مسقط بوساطة عمانية وفي ظل تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعرب فيها عن أمله في التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران أما عن تأثير العقوبات بوضعها الحالي بعد إعفاء الدول الثمان فإن الاقتصاد الإيراني لا يبدو مستعدا حتى لهذا القدر منها فانهيار سعر العملة المحلية مقابل الدولار وما صاحبه من ارتفاع غير مسبوق الأسعار وارتفاع معدلات البطالة بين الإيرانيين كل ذلك من شأنه أن يفاقم الأوضاع السياسية والاجتماعية المتأزمة أصلا في الداخل الإيراني ويحدث قلاقل داخلية ربما تؤسس لتغيير أعمق في سلوك النظام تحت وقع التوتر الاجتماعي والمطالب الشعبية الأمر الذي ربما يدفع طهران إلى الجلوس مجددا إلى طاولة التفاوض مع واشنطن والحديث عن اتفاق نووي جديد ربما يحصل هذا لكن ليس في وقت قصير هكذا على الأقل يرى كثير من المتابعين للشأن الإيراني